وفي قصر سموه استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن رشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان صباح اليوم جموع المهنئين الذين توافدوا إلى قصر الزاهر لتقديم أسماء آيات التهاني وأطيب التبركات بمناسبة عيد الفطر المبارك متمنين لسموهما منفور الصحة والسعادة وداعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة عليهما وعلى شعب دولة الإمارات وقد تحقق لها ما تصب إليه من عزة وتقدم ورقي في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليف بن زايد آل انهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه فقد تقبل سموهما التهاني من الشوخ وكبار رجالات الدولة وعيان ووجهاء البلاد والقبائل وكبار المسؤولين ومرأساء ومديري الدوائر والمؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية وأصحاب ومديري الشركات العاملة في إمارة عجمان اشتركوا في القناة